موسيقى مطالبة بأعلن حل التطورة المائية هي تأكيد على صعوبة الوضع الحالي بتعيشون للبلاد بصفة عامة وصعوبة تدايية الوضع المناخي خاصة على الاقتصاد الفلاحي والقطاع الفلاحي بصفة خاصة تم جانب توفير الماء الصراح للشراب هو جانب مهم ياسر لكن في بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الفلاحي خاصة يمر بظروف صعيبة ياسر وعلنت حال التوراق المائية نجمي يكون مرحلة مهمة لأخذ قرارات تتهم خاصة القطاع الفلاحي موسيقى موسيقى نعود 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 حكاية حال التوراق المائية في الوضع المناخي الصعيب هذيه هي هو ذخط من المجتمع المدني من بعض المخبراء باش الدولة تفعل مثلا صندوق الجوائح باش الدولة تخصص مقدار مالي مهم بلغة اخرى نقصه في المياه الموجهة للفلاحة إذا كل رأيه يطلب مجهود مالي البطلبة متاعنا هو تخصيص قيمته مليار من الدينارات وهي مبلغ مهم لكن نقول أكد وهو مشكفي بصفة استعجالية لدعم في الفلاحة أبتتة أشياء و أغراند أشياء يجب أن أول شيء حسب رأيه هنا نراجع ما نسمى النبوة الـ Consomation في تونس نحن في تونس في الوقت الحالي نأخذ بصفة عام الكميه اللي قاعد يستهلكها المجتمع التونسي مثلا من الحبوب هي كمية نعتبرها مرتفعة جدا مرتفعة جدا و غير منطقية غير منطقية عليش على خاطر فيها برشة قاسبياج فيها برشة تارت وفنالما عندما نتران نسك الخطري و المستعلك هو أول واحد خاصة لازم تكون السياسة الدعم سياسة متكافأة تمشي للكنسوماتور وتمشي للفلاحة التونسي لازمنا نمنعوا الانتاج الفلاحي لازمنا نمنعوا باش نلقاوا غدوة شنو ندعموا المنتوج المحلي أولا وكي ينقصنا المنتوج المستورد مي أول حاجة لازمنا ندعموا المنتوج المحلي ندعموا ستسمح لي لانتاج الفلاحي وهذاك عليش قلت 1 مليار دينار اكتوالما 23-25 اكتوالما فور ريوسي لوتو دنبستيسمن راهو إذا ما ننبستي با غدوة نجمو نكونو في حالة صعبة ياسر وهنا ما يخفيكم في حالة صعبة ياسر تم يخص السيكوريتي عليمانتير والفاكتور دنبورتاتيان تاعنا باش تزيد و سامحنا على الكلمة السيق طوري طورق سيق يدنك الحل يمر بسياسة صليداريتي ناسيونال سياسة ريسبونسابيليتي ناسيونال لدعم الفلاحة التونسي أولاً سياسة نحيو زراعة كمبلتما أنا نعتقد اللي هي مش السياسة المفلع كنحيو زراعة و نملع تصدير نوع من الزراعات اللي انتو بارانتازي استهلت بارشاميه هي سياسة دراستيك أنا نقول في ظل التغيرات المناخية في ظل الضغوطات السياسة اللي نجمول نتوخاوه هي سياسة تعتمد على على المنميزازيون و المنميزازيون ما ندموش نقولو نحيو هذي كمبلتما خاطر كي فينالما ما تعرش كيفيش انتي لكليماز غدو كيشو كمان يسوا باركانتر شنجمو نقولو أحنا نقولو في بعض الزراعات اللي تاكل بارشاميه شنو ما تطرق المثلة برغمانتي الإفيسيانس مثلا في الماء تماشي بعض الامثلة ولا بعض البروغرام ولا البروجيات كمبوري ولا الازاكسيون الادابتاتيون اتريكورترن كمبور ديفلوبي بور ردو باش نخليه الإفيسيانس دوصل الثمانية وتتعين في الماء المستهلك نجمو في بعض المناطق نسالش في بعض المناطق وتش مقول أنا قاتران مش إنسالشيان راي هسه سراسيسيكة أتوتة لاتونيسي نجمو في الجنوب الثونسي وينا عنا الواحاد ونقولو نعملو أم radiator برغم المتاء راهات دكلاً بسي فعام من رقليته تاكلتاك انتقص في سنوة الأكرانية واللينا لإفيسر جنوغ هو وليو د انفتة في ال Karim هؤل دم امبسطي سوئ تشاهس في الارتحوال ونعمها لنحسنوا المنتوجين موسيقى 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 في الوقت الحالي الظرف صعيب الظرف مناخي نقوله ربي رحمنا شوية في المدة الأخرانية وإن شاء الله زيد يرحمنا وهذه كل رهو مثال على التغيرات المناخية يعني خاطر المطر يتصب بها في الوقت هذه لكن المطر دون تلك حاجة به السنة الفلاحية هذه هي سنة صعبة ياسر على قطاع نجم نقوله كارثي على قطاع الحبوب لكن المطرات الأخرانية هذوما رغم للوضع راهو مازال سعيد ياسر ومستوى المياه في السدود راهو مستوى متدني جدا لكن المطرات الأخرانية هذوما خلتنا نمنعه من بعض الكوارثة أخرى في بعض الكولتور ماريشير في التماتم لذلك نمنعه شوية ديما نرجع على الإجراءات التي تنجم تعملها الدولة الدولة في الوقت الحالي تنجم تبدل شوية الكادر الانفستيسما لتفاوريزي مثلا تنجم من ناحية التغير تنجم تعمل توقف الأداءات على الدوانات الدوانية فيما يخص ماترية ديما تعمل تنجم تعمل 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 اشتركوا في القناة